وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين جاء ذلك خلال اجتماع مع مستشار الرئيس الجمهورية لشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق لاستعرار التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين وذلك من شهداء ومصابي لعمليات الحربية والإرهابية بتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فضلا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة وذلك لصالح المستفيدين من الصندوق وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أسيسي صدق خلال الاجتماع على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير من عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين إلى المستفيدين من الصندوق كما صدق رئيس أيضا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فضلا عن المبادرات المقترحة توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق وأضاف المتحدث أن رئيس السيسي أكد خلال الاجتماع أن الشعب المصري يكن احتراما عظيما وتقديرا خاصا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية الذين دفعوا ثمنا غاليا كي يحيى الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار